في الستينات هذه الشيبان السالفة في الستينات أو في نهاية الستينات طلع سكتشات في مصر كان تعتبر يعني كان في برنامج في إذاعة مصر في إذاعة المصرية اسمه ساعة الألبك هذا يعني فترة ساعة كذا من التسلية كان يتعمل فيها سكتشات وكان من الأشياء يعني مستحيل كانت تصير كان مرة سوى سكتش للمعلق يعلق على أنبراه للسيدات طبعا كان في الستينات في العالم العربي مستحيل أحد يتخيل أنه البنات ممكن لعبون كورة فكان يقول لك ايه فيفي رفعتها العطيات عطيات ادتها لتفيدة تفيدة ادتها مش عارف ايه فعلا قبل سنوات وجيت أحد قلت له أنه بتصير يوم مباراة في السعودية ويصير المعلق يقول نورة ترفعها المضاوي مضاوي تعطيها مشاعل مشاعل عطتها العنود مستحيل كان هذه فكرة مستحيلة وسبحان الله الآن بدأت الخطوات أنه ممكن يكون عندنا يوم من الأيام فريق كرة قدم نساء يتابع موزنة مباريات النسائية كهذا العالم من النساء طرح الرياضة الخارجية يعني في أمريكا وفي الوربا في اهتمام كبير باللعب هي فترة أعتقد كانت زوجة رونالدو وشي جاء ضو شوية أعتقد هي مرة الوحيدة اللي شفت فيها مباراة كانت مدخل برازيل ناسحة تمامين لكن كمتابع وشغف أبداً ما تابع صراحة بس لما تشوف مباريات نسائية ما تلاقي فيها ذاك الاتحام زي مباريات الرجال لا أكيد هذه إيقاعها أسرع أكيد فيه فرق لكن يملكون المهارة يملكون التكتيك يملكون متطورة بشكل كبير الآن فيها مدربين أعتقد أقل أكيد من الرجال لكن يملكون كل شيء يعني منتخب هولندا قرأت تقرير قبل فترة منتخب هولندا الآن الثاني على العالم فتكلموا الهولنديين عن هذا الكلام قالوا أنه دمجنا البنات مع الأولاد تحت سنة 12 يتمرنون مع الأولاد في نفس الوقت لأن الأولاد أقوى لأن الأولاد أقوى فيتمرنون معهم إلى عمر 12 ثم ينقلونهم بعد 12 سنة لوحدهم وهذا الشيء هذه الفكرة دائما الابتكار أبو بدر هو اللي يجيب النتائج يعني هذه كانت فكرة صراحة مبتكرة من اتحاد الهولندي فعملوها وبعد 12 سنة عزلوهم لوحدهم ووصل الانتخب هولندا ووصل ثاني على العالم بعد ما كان على الهامش فرياضة النسائية فيها اهتمام كبير من العالم كله